اهلا وسهلا في بودكاست الكوتشين مع الماستر كوتش اسوكا حسن نبدأ بحول الله بخصوص اللقاء التالي بخصوص بودكاست الكوتشين هذا اللقاء اللي هو احنا نقشفه كل ما يتعلق الكفاءات الشخصية بشكل مختصر يعني بني تنتكلم على شخصيتك او شخصيتي او شخصيتها احنا ككل كوتش رأينا بالدرجة اللي هو لكا انسان كانسان عندي تنعيش في عالمي الداخلي كانسان عندي علاقتي بذاتي كانسان عندي علاقتي بالاخرين وبعالم الخارجي هذا النقطة مهمة جدا جدا لانه كل ما يتعلق الدورات دينا ان شاء الله اللي مهتم بها في مجل ديال الكوتشين انه يشتغل في الكوتشين بشكل عميق على الكوتش بالدرجة اللولى حيث هو الحلقة الاساسية باش هو يخلق دك التوازن ويخلق دك الوعي حيث الى ما تدربش اصلا انا في المسار ديالي الخاص بالتدريب وتكوين في الكوتشين كون على يقين راه ممكن لياش اهنا نتقل مجموعة ديالاشياء ممكن لياش نتميس مجموعة ديالاشياء في الكوتشين لهذا راه مهم جدا جدا اخواني اخواتي الكرام لكفاءات الداتية او الكفاءات الشخصية احنا علاش بالدرجة اللولى حيث بالدرجة اللولى انت قبل ما تكون كوتش انت راه مستفيذ انت راه كوتشي انت راه عميل بهذا المفهم ليس فقط بيانين انت بارسوا نميس التمارين او ممارسه ديال المجموعة ديال المهارات والإدخان ديالها ولكن ان راء انا بدرجة اللولى عندي دور ديالالعاميل بالدرجة اللولى هنا باش نخدم انى هاد الاثي魚 اضروري ضروري اجسني الناس انا في ذاتي في شخصيتي في حياتي انا اشنو المواطن القوى ومواطن الخالل اشنو المواطن اللي تنعيش 호ت لا يمكن انا باش نرافق واحد شخص اخر ونتنعيش فجوات وخلال كبير وعميق من الداخل هنا إخوانا يا خبتي كرام لمن يريد إتقال الكوتشين نفتحين دورات اللي هي مهمة جدا جدا بخاصة سواء في الكوتشين سكولير أو في كوتشين اللي أنا بالدرجة اللي أنا خدمه على الكوتش 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 بدوره رهو تلعب دور دور ديال العميد وبدوره من يتلعب هاتجوش الأدوار هنا تتزاد واحد النقطة مهمة هي الملاحظة ومثل نتكلم على الملاحظة نتكلم على الوعي حتى التلاتية باش نتعلم الكوتشين اللي تنسميها تلاتية تعلم الكوتش رهو مهمة جدا جدا تسميها تسائل تسائل نقطة مهمة إخوانا يا خبتي كرام قبل ما نكون أنا باش نخرج المجال تنكون راشتاقلت على نفسي تنكون را يعني درت جلسات مع ذاتي درت تواصل مع نفسي درت راشت مجموعة هذه الجواني بحياتي باش على الأقد نطرق أنا ما تنتكلمش هنا باش تكونتا واحد الشخص اللي خارق أو كيف نقول نحن سوبرمان أو سوبرومن لا إنما أنا على الأقل الأمور تنبدأ ننتبه لها أكثر تنبدأ تندرك مجموعة هذه الأمور وتنحل نحل مشاكري يعني تنجوز كل ما هما عقبات بشكل تأطار يعني بشكل اللي هو مناسب ليه باش ما ننقبلوه احنا واحد الفكرة على الكوتش راح مخصوش اخطاء الكوتش راح مخصوش دير هادي الكوتش عادي جدا الكوتش بطراجة لولا هو إنسان را كأنك تقول واحد طبيب لا يمكن لا يمكن نقطة مهمة الناس اللي يدخل لهذا المجال يجب أن يكون بطراجة لولا عنده عنده فلسفة الاستعداد تنسميها فلسفة الاستعداد واش هو مستعد باش باش يشتغل على نفسه واش هو مستعد بأنه باش يدير ذاك القفزة النوعية يعني بطراجة في تفكير دياله باش تطلع المشاعر دياله وتطلع السلوكيات دياله هادو اشياء اسئلة اللي خاص يسولهم الكوتش بواحد العمق اللي هو يقدر يلقى أجوبة له حيث هو أدرى بالكيان دياله هو أدرى بداته هو أدرى بتجاربه يعني الى بينتقل ديك النقلة من التغيير اللي بغير يلقها في حياته دونك السؤال اللي ممكن نخليه المستمع الكريم كيف تريد أن تستخدم الحياة ديالك كيف تريد أن تستخدم الحياة ديالك يعني كيفاش وهذه الكلمات تستخدم ستطرع لها زيد وستر 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 لأنها باش تحول تعطيني كيفاش تتشوف الحياة حيث الدم كيفاش انتهت الحياة يعني تتخلق لك الإلهام هادو أشياء اللي علاش حيت كل واحكي تشوف الحياة دياله دونك هنا بغيتكم تخليوا واحد ديكومنتر باش حنا ممكن نفتحو مجال ديال المناقشة في البودكاست الاخر وتبارك الله عليكم وسنلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله من البودكاست شكرا لكم